بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة خلق السماء والأرض توجه إلى الحديث عن من يستخلف في الأرض من هو الخليفة الذي جعله الله تبارك وتعالى ليسكن الأرض وإذ قال ربك للملائكة واذكر يا رسول الله إذ قال ربك للملائكة شنو حقيقة الملائكة الملائكة اللي هم مخلوقين في الملائكة لعلى لا يرون بالعين إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لأحدا أن يراهم كما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض المواقف وإذ قال ربك للملائكة شنو قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة أنا أريد أن أجعل في الأرض خليفة هذا الإنسان خليفة من؟ فيه احتمالات من الاحتمالات أنه هذا الإنسان يخلف الخلق الذي كان من قبل أو لا خلفا لله تبارك وتعالى يمثل الله تبارك وتعالى في الأرض وهم الأنبياء والأم عليهم أفضل الصلاة والسلام إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في الأمر والنهي والإرشاد سؤال شنو فلسفة هذا الحوار بين الله تبارك وتعالى وبين الملائكة؟ الجواب هذا الحوار إنما هو لأجل بيان بعض الحقائق وإظهار بعض الكوامل المخفية حينما قال الله تبارك وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة استفهموا استفهاما حقيقيا يريدون يستوضحون السبب الله تبارك وتعالى يوضح لهم الأمر فسألوا سؤالا حقيقيا قالوا أتجعل فيها يعني في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء تخلق إنسان اللي يفسد في الأرض ويريق الدم الحرام هل السؤال أنهم من أين علمت الملائكة أن الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء إما لأن الملائكة تعرف طبيعة الأرض الإنسان مخلوق من التراب طبيعة الأرض كدرة وثقيلة مصافية فهذه الطبيعة اللي الإنسان مصنوع منها تجب الفسادة والقتل إما هذا السبب أو لا الملائكة كانوا شايفين المخلوقات السابقة لأن قبل ما الله يخلق الإنسان كان هناك خلائق خلقهم إما أجنة أو بشر كما في بعض الروايات فالملائكة كانوا شايفين المخلوقات السابقة فعلت كذلك فاستفسروا من الله تبارك وتعالى اللي هل تجعلوا فيها من يفسدوا فيها ويسفك الدماء وإحنا نؤدي بالغرض نقوم بالواجب إحنا موجودين إحنا نعبدك الغرض من الخلقاء وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ونحن نقوم بهذا الغرض ونحن نسبح بحمدك فينا الكفاية طبعا هذا ما كان تزكي من الملائكة لأنفسهم بل هذا مثل قول العبد المطيع لمولاه يقول أنا أقوم بخدمتك أنا مؤدي الغرض ما كدعي تجيب واحد آخر غيري اللي هذا الواحد الآخر لا يقوم بالغرض لا يقوم بالواجب نحن نقوم بالواجب نسبح بحمدك يعني شنو نسبح بحمدك التسبيح يعني التنزيه يعني شنو يعني التبرأة عما لا يليق به ينزه عن الصفات التي لا تليق بجلاله عن النقائص الحامد يعني الثناء ولكن على الجميل الاختياري فنحن نسبح بحمدك يعني ننزهك تنزيها من سنخ الحامد فالذي يحمد الله تبارك وتعالى فهو ينزهه ينزه بذكر فضائله أو ينزه متلبسا بحمده فمعنى نسبح بحمدك يعني التنزيه المقترن بالحمد هذا في مقابل التنزيه غير المقترن بالحمد مثل فرد واحد يأخذ جوهر ثمينة وينزهه عن النقائص ولكن شنو هذا بس تنزيه ما بيبعد حامد لأن هذا مو باختياره ولكن الله تبارك وتعالى أفعاله وأعماله باختياره فينزه ويحمد ينزه عن النقائص مقترنا بالحمد اللي هو الثناء على الصفات الجميلة الاختيارية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني شنو نقدس لك يعني نطهر الأرض من الأدناس لأجلك مو مثل البشر اللي يفسدون في الأرض معنى قدسه يعني يذكر طهارة عن الأدناس فالمعنى أنه تقديسنا وتنزيهنا هذا لأجلك لا يشوبه رياء وسمعة هذا كلام الملائكة لله تبارك وتعالى فأجابهم الله تبارك وتعالى عن السبب قال إني أعلم ما لا تعلمون حينما أجعل البشر خليفة هناك مصالح أهم من الفساد الذي يقع في الأرض استخلاف البشر أهم من استخلافكم فأن في البشر الأنبياء والعامة المعصومين وهم قمة الأخيار والصالحين هم قمة القمام اللي لا يلحقهم حتى الملك المقرر عبادتهم أفضل من عبادتكم لأن عبادتكم ما بمانع أما عبادتهم فيها موانع موانع من الشهوات والإغراءات مع ذلك يتجاوزون كل هذه الشهوات والإغراءات الله يعلم بحقائق الأمور فبين البشر أناس كرام منهم وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هذا بالإضافة إلى أنه خلق البشر نوع آخر من الإبداع اللي يظهر عظمة الله تبارك وتعالى في أنواع الخلق الذي خلقه في هذا العالم اللي راح في الآيات الأخرى الله تبارك وتعالى يبين جوانب من الحقائق التي خفيت على الملائكة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين